اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا انا ما بقدر احكم عليها اذا ما شفت الخارطة الفلكية نفسها اللي اشوف وجوده على اي درجة بشكل اي زوايا زوايا مع اي كواكب بالضبط على اساس ان اقدر اعطي جواب اثنين السؤال من صديقة عزيزة واخت عزيزة جدا بتسأل انه لما بكون مثلا زهرة القمر في البيت السابع والبيت السابع العقرب هل هو سبب بتأخر الزواج ما بقدر انا افتي في هذا الموضوع بدون ما اشوف الخارطة الفلكية برضو ممكن هو اساسا وجود الزهرة والقمر اثنين مع بعض في البيت السابع هذا بدل على انه الزواج بكون مبكر وجوده بالعقرب صحيح انه الزهرة ما بتكون بقوتها وهي موجودة بالعقرب ولكن وجود الكوكبين مع بعض اللي هو القمر والزهرة بعطي دافع ايجابي طبيعة الزوايا اللي بتشكل ما بين الزهرة والقمر وباقي الكواكب هي اللي بتحدد قوة الزهرة في هذا المكان ممكن التعطيل يكون بسبب سوء الاختيار او التعلق بوهم او ممكن هي صغيرة ولسه ما ايجاها الوقت يعني في مئة احتمال اذا ما شفت الخارطة الفلكية ما بقدر انا اعطي جواب عليها يعني الموضوع مش انه بس انه انا اعطي جواب وخلص لازم اكون انا متأكد من الجواب اللي انا بعطيه ويكون الجواب مقنع في نفس اللحظة وعلمي مش بس مجرد جواب فيه اشخاص سألت بالفترة الماضية عن تحول السنوي والفردراريات والاشياء هاي هذه كلها امور عليها مسائل خلافية كبيرة وفي ناس اخذت المسائل الخلافية هاي لا جهل البعض من المدعين في علم الفلك وصارت تكبر فيها وتشرح على انها اساس علم الفلك وانه الحساب بدونها هذا كله تجارة يعني انا بقدر اكبر اي مسألة فلكية عليها مسائل خلافية بس عشان اني انا الفت الانتباه اني انا عندي علم عشان استغلك واخد منك فلوس لانه ما بيزبط علم الفلك بهاي الناحية كل علوم الفلك الان هو الهائل هم مسائل علمية انا ما في ماشي ابو معشر الفلكي هو فلكي كبير ولكن في عندي تحفظات على بعض الاشياء اللي هو عملها مش انا الحالي فلكيين كبار كمان عندهم تحفظات وفي عندهم تشكيك حتى للفترة اللي كان فيها والكتب اللي انتسبت اله او المخطوطات اللي انتسبت اله فعشان هيك ما مناخذ بكل علمه ولا مناخذ بكل اقواله لانها بتعارض المنطق وبتعارض العلم بديجي واحد يقول انت بتفهم اكثر من ابو معشر طيب بس يكون المخطوطات هذولا لا ابو معشر تيجي تحكي فعشان هيك بيجي بقولك التحول السنوي والفيردراريات والامور هاي ما تعلقوش مخكو كثير في هاي المواضيع لانه هاي مواضيع يعني ما بتعطيها الاثار الكبيرة وما لها التأثيرات الكبيرة لها طريقة حسابية لاشياء معينة بسيطة بتكون مبهمة مش لا الاشي لا اي واحد ومش لا اي شخص ومش لا توقعات سنوية او توقعات شهرية هاي اسمها فزلك وفرد عضلات على ناس ما بتعرف يعني زي ما انا اجي اشرح لكم الان على الانشطار النووي وكلكوا ما بتعرفوا الا معلومات على الانشطار النووي وصير انظر عليكم احكي لكم جيبوا جتا وظلوا ذتا وانقساموا الزوايا ومن اصر احكي لكم معادلات ومصطلحات فانتو كلكوا واو بيحكي مصطلحات بس هل انا بحكي صح ولا غلط ما حدا بيقدر يجاوب الا اللي عنده علم في هذا المجال هو اللي بيقدر يجاوبك فكل اللي بيستعرضوا في هذه العلوم للأسف الشديد هم مضايعين وبضيعوا الناس هو الاهم هو شايفك عبارة عن 200 دولار 300 دولار 200 دولار 100 دولار بده يبيعك خاتم يبيعك طلسا بعدها يبيعك صفيحة يبيعك ورق بعدين يصير يقول لك غير والبس وانت ملتزمتش وانت زهقت وانت ما كملت وبعدين بصير بده يعلمك وبده يبيعك من الوراق عشان تتعلم من عنده دوسيات واللي هو مألفها اللي هو اساسا مش مألفها هو جايبها كتبها بس هي مخطوطة كانت بخط اليد هو طباعة طباعة وبده يبيعك اياها يعني كلها سرسرة وكلها نصب واحتيال ما بنصح اي واحد يدخل فيها علم الفلك علم بتقسم لثلاث مراحل المرحلة الاولى اللي هي احنا بنسميها المرحلة العامة اللي اي واحد بتعلمها اي واحد باخد معلومات عنها باخد عن الصفات عن الزوايا عن الكواكب وضعها بيصير لحاله يقرأ خارطة فلكية هاي شوف مرحلة بداية من المرحلة البداية بتصير تقرأ خارطة فلكية وبتصير تحسب الكواكب وشو معنى الكواكب وتأثيرات الكواكب والزوايا وإلى ما لا النهاية هاي في المرحلة البداية المرحلة الثانية هي مرحلة صعبة شوي مش اي واحد بقدر يدخلها لازم يكون لك معلم او شيخ بمعنى اخر او فقيه هذا الفقيه بكون اساسا هو الو بالعلوم الروحانية وإله بالعلوم الفلكية لأنه الفلك هو اساس العلم الروحاني مش تبع الشياطين والقدام والكلام الفاضي هذا لا لا روحانية بمعنى انه بكون اشي ربنا فتح عليه هذا العلم الثاني اللي طبعا ما حدا بقدر يوصل له بدون معلم لازم يدخل في اشياء لها علاقة بجذور او بالانبات تبع علم الفلك لانه علم الفلك احنا ما اعتبره هو جذر العلوم كاملة بدخل بعديها بتخصص بعلم الحرف بعلم الرقم بعلم الجفر بنبت بصير في عنده العلم الادريسي السباسب بصير في عنده اشياء يعني علوم ممكن انتو ما سمعتوا فيها حتى علم الرمل يعني شغلات كبيرة هادي هون بكون هذا العالم فلكي وتخصص في العلم الروحاني بعلم معين لازم يكون روحاني بعدين بصل للمرحلة الثالثة اللي هي المرحلة العلم الخاص اللي طبعا لا بقدر يحكيه ولا بقدر يشرحه ولا بقدر يعلم حدا فيه ولا بقدر يجاوب حتى لو انت سألته عن سؤال لانه هذا بصير علم خاص خلص بصير عنده فتوح من فتوح العارفين في مسألة معينة في علم معين بيصير هذا شيء بيتعلق فيه فهو بصير بس انه يعطي اشارة للشخص او يعطي جواب سريع للشخص وما اليك تسأله انت لانه ما بقدر يشرح لك فيه اشي انت مش رح تفهمه وهذا طبعا يستحيل انه يطلع يقولك انا صاحب هذا العلم وانا فتح علي ونزلي ملاك ونزلي مش عارف ايش هذا ما نزلوش اشي يعني ولا اقولك ولا شتت على رأسه حتى فعشان هيك مش كل من قال انا بعرف في هذا العلم هو بعرف للأسف الشديد انت انك تيجي واحد هسه يسمع حلقتي يصير يقولك والله انا علمني وعلمني فلان وعلمني فلان لأ عشان انا اختصر عليه الموضوع لما بدي يقول انا علمني فلان انا فلان علمني فلان اللي علموا فلان اللي علموا فلان عن فلان عن فلان ليصلى جذر من جذور اما ال البيت عليهم السلام او بدي يكون جذر لا احد الانبياء او بدي يكون جذر لا يعني يعني موصول علم موصول متوارث زي اجازة بالتعليم في هذا الموضوع لازم يكون مجاز في تعليم وزي اللي باخده اجازة في تحفيظ القرآن او اجازة في علم القرآن الكريم انه بيجي بقولك انا استمعت لفلان انا فلان متعلم عن يد فلان لفلان لفلان للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا العلم نفس الشيء لازم يكون متواتر برضو بجر لا واحد من العلماء اللي احنا بنعرفهم في علم العلوم الروحانية عشان يقولك انه تعلمنا عن يد فلان فعشان هيك اي واحد بيجي بقولك انا اه كذا فقوله روح قحط اه اكتب على غيرنا هذا الاشي بعيد عنك ومش اللي زيك باخده لانه لازم ينطبق على سلوكك واول شغلة لازم تكون صحيحة اقرأ كتاب اللا صح اخرج مخارج الحرف صح كون بليغ بلغتك اول شيء احفظ نسل انبياءك بالصح ما تدعيش بالفلسفة والفزلكة والامور هاي خلينا نروح لتوقعاتنا اليومية يعني ان شاء الله انه يعني هاي تلميحاتك لبعض الاشياء ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها ما تنسوا انه اذكركم اذا عجبكم المحتوى على اساس انه شوي الفترة الماضية يعني مش انه انسحب من عندنا مشاهدين لا الحمد لله موجودين بس انا ما عندي المشاهدين بالكثرة او المتابعين بالكثرة في ناس بتتخيل انه احنا عنا بالملايين على القناة او مئات الالوف احنا لسه موصلناش ثمانين الف متابع او مشترك على القناة الحمد لله كلهم اخوة طيبين انا مبسوط فيهم لانه هذولا اشخاص حابين العلم فش منهم من الناس المتفزلكين او اللي بدهم يجتموا او يخربوا ويشوشوا العلوم يعني الحمد لله رقم ممتاز انا مبسوط فيه يريت انه ننشر هذا المحتوى على اساس انه نستقطب من هذول الناس عشان ننورهم ونعلمهم ونفيدهم في هذا المجال فهذه وظيفتكم انتوا اللي بتقدروا تساعدوني في هذا الموضوع ما تدخلوا علي اذا شفتوا اني ما بستاهل دسلايك وبلوك ومع السلامة عادق جدا احب انك انت والله دقول هذا الزلم جاي بده يستعرض علينا وبده يفرد عضلاته انا اللي بعرفني بعرف انه لا انا تبع لايكات ولا تبع كومنتات ولا تبع شير ومير وفير هذولة تبعاتكم انا بعطيه محتوى لكن بحب محتوي انه افيد فيه الناس اكثر من اني انا استفيد يعني ماديا او امور اخرى لو ده استفيد ماديا اقل ما فيها بقول لك تعال استشيرني بمئةين دولار ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه العلاج والاتلاف والتفريق والضرر. في اشخاص بسألوني ليش انت بتحكي بتوقيت او توقيت بختلف عن توقيت لندن هو نفس التوقيت. ولندن هما نفس التوقيت. طبعا القمر ما الان موجود في برج الدلو. وبما انه موجود في برج الدلو بيأثر علينا على جميع الابراج انه منشعر الان انه بحاجة ماسة للتغيير. الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا. يبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي. ووسعنا تعزيز صداقة جديدة ودخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء اي جهاز الكتروني او كهربائي تجربة او تجربة طعام جديد. طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في زاوية رح تكون قبل خلو المسار هي زاوية تثليث ايجابية. رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة صباحا. هاي زاوية بتأجج العاطفي اتجاه الجنس الاخر وبالتالي ننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم. بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش. ورح يستمر حتى تمام الساعة التسعة وسبع دقائق صباحا. وهذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار. طبعا بعديها بعد انتهاء خلو المسار ساعة تسعة وسبعة دقائق بتوقيت جرينيتش القمر بصير موجود في الحوت. وبما انه رح ينتقل للحوت معناته رح تتغير نفسيتنا شوي. اه لانه تأثيرات برج الحوت هي اللي رح تصير تأثر على جميع الابراج. فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة. نشعر شوي بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين. ممكن انه نتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير. نجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم. قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا بيظرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين. قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي. في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير. طبعا في زاوية وحيدة رح تتشكل ما بعد الانتقال للحوت هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين المشتري. وهاي رح تكون الساعة اثناش وثلاث دقائق ضهرا بتوقيت جرينج. بنهتم بشكل بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا. ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان. يعني زي عمل انساني. وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي. وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية. طبعا بالنسبة لخلوق المسار لشهر حزيران. كلها صار يعني لطيلة الشهر ووجود القمر في 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 الابراج مكتوب الان في صندوق الوصف وضعتها للشهر كامل اللي حاب يستفيد منها. بالنسبة للقمر طبعا بما انه موجود في برج الحوت فخلوق المسار القادم رح يكون يوم الخميس ثلاثة ستة. بيبدأ في تمام الساعة احداش وعشر دقائق قبل الظهر. وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة مساء. لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل. اما بالنسبة لعمر القمر. عمر القمر انحسار المربع واحد وعشرين يوم. في تمام الساعة عشرة وسبعت عشر دقيقة مساء. بيصبح تنين وعشرين يوم. نسبة الاضاءة ستين في المية. اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم. الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة اربعين في المية. القمر في الدلو وفي الحوت. رح يستمر لغاية ثلاثة ستة سعيد بنسبة تسعين في المية. عطارد في الجوزاء حتى يوم اثنان وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية. الزهرة في الجوزاء حتى يوم اثنين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية. المريخ في السرطان حتى يوم احدعش ستة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية. المشتري في الحوت حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثاور حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في ساعات ما قبل الفجر أو ما قبل الصباح بين الأصدقاء يعني لقاءات اجتماعية اتصالات حوارات ولكن من ساعات الصباح بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة لأنه أنت بالفترة هاي بتكون بأضعف فترات الشهر لأن القمر موجود في بيت المتاعب عندك طبعاً دغاية ما ينتقل ويصير عندك بده يومين وربع أهم شيء إنه في الفترة هاي ما تراهن على الحضوض حاول إنك تبدأ بأشياء يعني أنت معتاد عليها أو ضرورية وحاول إنك ما تحسم أمر ممكن إنك تميل للهدوء وحاول إنك تبعد عن الصخب الفترة هاي ممكن إنه شوي يكون في بعض الفوضى وبعض التأخير في هاي الفترة برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا إنك تنهوا العمل اللي بدأتوا فيه من قبل حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء اليوم ممكن تجدوا تعاون من بعض الأصدقاء لإلكم أو تواصل معهم أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ووسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم حاول إنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأي شخص بطلبها منك الفترة هاي في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء الجيران أهم مش إنك ما تبقى وحيد حاول إنك تخرج واتلاقي الناس أو تلتقيهم وتلبي الدعوات برج الجوزاء اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لغاية ساعات الصباح يعني من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح هاي فترة مناسبة للي بفكر إنه مثلا عمل جديد أو يتواصل مع مسؤوله بالعمل أو إجراء بعض المهام اللي إلها علاقة بالسمعة أو واسطة معينة العجواء جيدة ودعملة إلك بقوة بالفترة هاي لكن الأهم إنك تحافظ على سمعتك بشكل كبير هذا إشي أكيد حاول إنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول إنك تشوه سمعتك بأي تصرف كان برج السرطان طبعاً بتظل الأمور إلها علاقة بتفحص حساب مشترك أو التركيز على الأموال المشتركة امتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتغير بشكل كبير بتصير إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد تعزيز العلاقات العاطفية أو مع الحبيب الأجواء جيدة للامتحانات للترقلات حتى للأوراق الثبوتية أو الأوراق القانونية اللي بتتعلق بإقامة بهجرة بمراسلة لدولة أخرى مثلاً مناقشة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعلوم الفلسفية والروحانية برضو الأجواء إيجابية وجيدة جداً يعني يوم مميز حاول أنك تستغله بشكل جيد من ساعات الصباح برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ما زال القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن بتكون تنتبهوا صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حادروا من إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة إلى استشارة ذوي الخبرة ممكن اليوم تعالج بعض الأمور المالية أو أمور تتعلق بإرث أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر حاول أنك تنجز أعمالك بدقة حاول أنك ما تتسرع بالتوقيع على أوراق بدون مراجعتها برج العذراء واصلوا عملكم اللي بدأته فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد إلى غاية ساعات الصباح حاولوا برضو أنك تنتبهوا على علاقتكم مع زملائكم ورؤساكم بالعمل أنتبهوا لصحتكم في ساعات الصباح بتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم لأن القمر بصير مقابلك تماما فهو بركز على الشراك بشكل جيد ولكن بيسحب من طاقتك فهذا اليوم بظل مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكنها هاي الفترة بظل فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من العداءة الجو والنفور والخلاف والتوتر وحذروا من المشاكل على أنواعها لأنها تعتبر هاي الفترة من الفترات الصعبة في هذا الشهر برج الميزان بتظل الأمور العاطفية قوية عندكم وبيميلوا أحبائكم للتجاوب معاكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب لأم ممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة هاي فترة مهمة جدا أحاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم لغاية ساعات الصباح وبرضو حاضروا من أي أمور لها علاقة بالبيت والعائلة أو بعض الأعطال اللي ممكن تصيب المنزل في ساعات الصباح بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك عدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل اليوم ممكن تطلق مشاريع جديد أو مشروع جديد أو تنطلق أو تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة ابتسم اليوم لأنه الحض لجانبك فحاول تستغل الفرص برج القوس اللي بيتقدم لإمتحان بدو يركز بشكل جيد وانتبهوا على الطرقات أثناء قيادة السيارة حاول أنك تضبط أعصابك أثناء الحوار وخلي كلامك مفهوم لغاية ساعات الصباح خوفا من العصبية في ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاول أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد الفترة هاي بتشجعك على تكرار المحاولة اليوم بترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير برج الجديد اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات وانتبهوا على أموالكم ومصاريفكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير هذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وتعزيز العلاثة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن اليوم تنجح بطرح موضوع حساس أو التقديم على عمل مهم بيلفت النظر لإلك أو لموضوعك برضو اليوم في نظرات إعجاب رح تتوجه لإلك على مسألة معينة أنتم نشيطون مع ذلك حاولوا أنكم ما تبادروا العمل الجديد بل واصلوا العمل اللي بدأتوا فيه من قبل في ساعات الصباح بتحصلوا على مبلغ من المال ممكن يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة حاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي اليوم ممكن تستعيد الثقة بالنفس ولكن بدك تدير بالك من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر هاي الفترة مصاريف غير متوقعة برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر يعني بظل الإرهاق لأن القمر بظل موجود في بيت المتاعب لغاية ساعة الفجر وساعة الصباح القمر بصير موجود عندكم فبتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن اليوم تعزز معنوياتك من الجديد وتتحمس للمبادرة أو لإدخال تعديل على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر هاي الفترة من أفضل فترات الشهر فحاولوا أنكم تستغلوها بما أن القمر بد يصير عندكم لمدة يومين وربع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة